يعتمد نجاه أعمالية ترقية وتطوير قطاع المعادن في تشات في المقام الأول على الاستغلال والإدارة الجيدة للموارد المعدنية بأنوائها المختلفة هذا ما دعا إليه رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق أول محمد إدرس ديبيتنو خلال خطبه أمام مسؤول الشركة الوطنية للتعليل والمراقبة سونيميك خلال إطلاقه للمعرض والأيام الإخبارية التي أقامتها الشركة للتلقية قطاع التعليل ومن خلال هذا التوجه يؤكد رئيس الجمهورية رغبته الصادقة في دعم الشركة لمسائها الرميع إلى الاحتمام بهذا القطاع المهم ولا يتحقق ذلك ما لم تستغل الموارد المعدنية على الشكل المطلوب حيث أن هذا القطاع يعتبر من القطاعات المهمة رسالة رئيس الجمهورية واضحة حيث أعلن فيها عن إنشاء أربع مصاني بجميع الولايات المنتجة حتى تتم عملية الاستغلال بفق ما هو مخطط له كل ذلك بحدف المساهمة في تنمية البلاد وتطوير هذا القطاع الحيوي ترجمة نانسي قنقر